طيب الحقيقة بنات تينس الطاولة ما شاء الله تعرفين انه من بين 15 سنة لعبت بطولة الدوري في تينس الطاولة للبنات الاهلي خاد الدوري كام 14 من 15 ما شاء الله ففازت بنات الاهلي ببطولة الدوري بتفوق كبير جدا بعد ما فازوا في النهاية على جزيرة الورد 3-2 في ختام الدورة النهائية مثل الاهلي في المباريات كلهم من هانا جودة وندين الدولات لي ومريم هشام ومروه هشام وعيد ابراهيم وصارة الحاكم وفريدة ناصر ده فريق بطلات الاهلي اللي خادوا بطولة الدوري وجهاز تينس الطاولة زي ما حضراتكم عارفين بيقودوا الكابتن أشرف عفتاح المدير الفني وعادل شمان المدرب العام وأحمد عياد المدرب وأحمد حامد المدير الإداري وعلي سمير الإداري وفتح عبد المدير القطاع النشاءات وبسانت عثمان مدربة فريق تحت 15 وعبد سلام مطوع مدرب تحت 13 سنة ده بنات تينس الطاولة الدوري للمرة الـ 14 من 15 سنة اتلعب فيها الدوري بص الرجالة ما عايز تعلق على البنات أه لا أعايز علق على البنات والرجال تبقول الرجالة بعد أن علق على تينس الطاولة الرجالة وسطوا التفوق الكبير وكسبوا الزمالك 3-1 مثل الأهلي في تحقيق اللقب للمرة 33 في تاريخه محمد شمان ومحمد البيل وشادي مجدي وبيقود جهاز تينس الطاولة زي ما قلت لكم الكابتن أشرف عفتاح ومعها عادل شمان المدرب ولفريق السيدات أشرف صبحي وأحمد عياد مدربين وأحمد حامد الإداري وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين الأهلي ببطل الدوري بعد الفوز على الزمالك 3-1 في ختام الدورة النهائية لكن الدوري رقم 33 في تاريخ رجال تينس الطاولة برشوانس شوف أنا اتفرجت على جوز كبير من مباراة الرجال والسيدات يعني أتنقل كده لأنني أنا كنت عايزة أشوف يعني كيف ستع قطاع تينس الطاولة أن يعود غياب نجمات كبيرة سابوا النادي الأهلي للاحتراف الخارجي يعني دينا مشرف وطبعا أعتقد كمان مريم الهدوبية خرجت فأنت اتنين مصنفات بالشكل ده وانت ماشي بخطاعك وبعدين الحقيقة عايزة حيي نادي جزيرة الورد أه في المنصورة أنا من سنتين فاكر جيت هنا وقلت لكم خلوا بالكم نادي جزيرة الورد عنده اهتمام بالغ بالرياضات وحتى كان عنده النشاط اجتماعي أنا جبت صور منه وهذا الاهتمام الحقيقي وقالوا لي احنا يعني قطاع تنس الطاولة احنا لنا طموح جامد فيه فاللهي معاك فينال دلوقتي مين الناس هتستغرق تقولك انت كنت قبل كده بتزمالك وبعدين ام بي دلوقتي جزيرة الورد وبنزل معاك ماتش جزيرة الورد كانت تحصل حاصل كان نفعل الزمالك لا ما انا جايلك ليه بقى هي كدورة بس لا مش دورة تعال اشوف الندية اللي كانت في نتيجة المباراة هانا جودة ما كسبتش بقى مرتاح قد تكون معذورة لانها راجعة وعليها ضغوط كانت جامدة جدا وطبعا لازم يحصل كيرفي شوي والبنت الحقيقة جات على الملعب ولعبت ولم تتوانى وكانت مرهقة جدا لكن نديني الدولات لي اللي قاعدة وظروفها العائلية عمالة بين بيتها وولادها ولكن لما احتاجت هي اللي حسمت اللخف الاخر تحية وكل لعباتنا الحقيقة نخش في اختاع الرجال في اختاع الرجال انت لعبت الزمالك اللي دعم صفوفه محترف مصنف على طريقة الكرة الطايرة انت كان ممكن المحترف ده لو خدت طاعة ماتشات بتوعه كما كان مقررا او مفهوما ولكن ابطالنا الحقيقة يعني يعني هو البيه دلوقتي معرفش تصنيفه اعتقد رقم واحد عندنا دلوقتي بعد عمر عصر وبعدين انا ما يقيتش خالد عصر برضه مش عارف راح فين هالمصاب هالتسافر هالخرج ومازال المخاضرة مع احمد صالح بيلعب لعب جامد جدا وبعدين ييجي الراجل جوستاف اعتقد ايسه ولا قوي جدا خسرات 2-0 وعندين اكسب 3-2 مع البيه وبعدين ييجي لعبتك اكسبوه ماتشين تانين هذا التفوق لازم يحية يحية لانك عارف تعاوض من قطاع ناشين عندك وفي وقت ما انت جيبت لعيب محترف قد تستعين في بطولات عربية او افريقية لان بيجيبوا مصنفين جامدين جدا لكن اي جهد بيبذل باخلاص واعتقد ان قطاع الناشين والناشئات في كل الالعاب عندنا قطاع يعني بيقدم الحلول واعتقد انه ربما كرة طايرة تفاجئنا من هذا القطاع بالبنات بالذات انه يقدر يقدر يقدم لنا حلول في اللي حصل تأيب تأيب